اشتركوا في القناة بمولر ميرسك للتعاون لتطوير وإنشاء صناعة إعادة تدوير السفن في مملكة البحرين يعد توقيع مذكرة التفاهم هذا حدث هام جدا لشركة أسري بالتعاون مع ميرسك والوزارات وهذا سيعز قدرة البحرين على التوسع في قطاعات جديدة مثل إعادة تدوير السفن ونحن فخورون جدا منه اليوم هو علامة فرقة كبيرة ميرسك تؤمن بإعادة التدوير التي تتم بطريقة مستدامة وبطريقة آمنة وصديقة للبيئة ومع قيامنا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع البحرين نعتقد أن هناك فرصة عظيمة للاستكشاف الفعلي ونأمل القيام بإعادة تدوير السفن لتصبح البحرين أحد مراكز إعادة تدوير السفن أعلنت شركة آدنوك للغاز ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات استدامة كما تقرر وبشكل منفصل نقل ملكية مشروع استدامة من آدنوك للغاز إلى آدنوك بهدف تحسين كفاءة النفقات الرسمالية للشركة وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء البالق قيمتها 550 مليون دولار على كل من مجموعة الجرفات البحرية الوطنية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وسيتم إعادة توجيه ما يقارب من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج آدنوك لتعزيز المحتوى الوطني بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي والآن مع أدى الأسواق المالية الخليجية وحول الأسواق المالية العالمية ينضم معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور أحمد معطياء المدير التنفيذي للشركة في آي ماركتس في مصر مرحبا بك في الناشا الاقتصادية ما هو تقييمك للأسواق المالية في الوقت الحالي؟ ما هي الفرص والتحديات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التداول؟ بالفعل الفترة دي هناك تحرقات كبيرة في الأسواق العالمية والمالية وده طبعا إحنا شفناه بعد فترة خاصة فترة كورونا لأن في الفترة دي بدأ يبقى فيه اتجاه كبير من الأفراد ومن الشباب خاصة إلى الاتجاه للأسواق المالية خاصة العمل أكثر من المنزل أو من أي مكان مش بيحتاج لفرض يكون موجود في الأسواق أو في شركات وبالتالي جذب فئة كبيرة جدا من المواطنين حوالينا العالم عايزة للفترة حتى فيه لو نتحدث بالأرقام فإحنا قدام 61% نسبة الأمريكيين اللي بيستثمروا في الأسهم أغلبهم رجعوا تاني إلى الأسواق العالمية ودي نفس الرقم اللي كان قبل 2008 يعني قبل حتى 2023 نحن نتكلم أن النسب حوالي 52% أو 54% ولكن نحن دلوقتي 61% من الأمريكيين بدؤوا يستثمروا في الأسهم مرة أخرى وطبعا دولة القادرين على العدو السن القابل لدخول هذه الشروط وبالتالي النسب المالية زادت جدا والاتجاه إلى الأسهمار في الأسواق المالية زادت جدا خاصة كمان مع فكرة سهولة التكنولوجي والاستخدامات للبرامج اللي موجودة دلوقتي دي كمان سهلت جدا من الاتجاه إلى هذه الأسواق كمان الشجع الناس اللي تبدأ تدخل الأسواق المالية وترجع تاني لها وبقوة وهو فكرة إن شايفين رجال الأعمال الكبار في العالم بيتجهوا إلى هذا وبيعلنوا على ده على السوشيال ميديا ويعني أغلب يعني بتحدث مثلا شخص زي إيلون ماسك طبعا الشباب كانوا بيتجهوا لمتابعته حد زي كاسي وود يعني حتى دونالد ترامب نفسه بيتحدث زيما على الأسهم وعلى الأسواق المالية وبالتالي كل ده شجع الناس اللي هي تبدأ تدخل في هذا الأمر وأتوقع أن احنا الفترة القادمة هنشوف مزيد كمان من الاستثمارات اللي هتدخل أكتر والسيول هتدخل أكتر من العالم كلها في الأسواق المالية نعم الدكتور أحمد ماطي المدير التنفيذي للشركة دي آي ماركتس في مصر كنت معنا من دولة الكويت شكرا جزيلا لك